السنة وهنا خلولي حاشي يا عزائي بين قوسين التفتولي جيدا كثير من الروايات التي عندنا نحن في كتبنا ضعيفة السنة عندهم ما هي ها معتبر ومعتبر اعلائي يعني في البخاري في مسلم في السنن ونحو ذلك وهذا الذي يدعوني مرارا ذكرت للأعزة ايها الاعزة لابد ان تطلعوا على تراث ماذا التراث الحديثي للقوم لان كثير مما هو عندنا مضعف عندهم ما هو ها معتبر بل اعلى درجات الاعتبار ولماذا نسقطوا عن الاعتبار ما ادل واضحة هذه النكتة احفظوها طبعا مو فقط في باب الفروع يعني بباب الفقه لا في باب العقائد ايضا ماذا ايضا كذلك كثير مو قليل لانه بعد انا هذا وقعت اشتغلت عليه كثيرا كثير من مسائلنا العقائدية بحسب نصوصنا الروائية احد عقائد ها ولكن بحسب نصوصهم الروائية ها اما متواترة واما مقطوعة الصدور يعني انت لو اكتفيت بكتبنا الرواية ما هي احد وفي العقائد تفيد تنفع ولا تنفع لماذا لان الحق لا يغني من الحق لان الظن لا يغني من الحقي شيئا اما عندما تأتي ومن مصادقه اللي انا اثبت في كتاب حديث الثقلين رواية حديث الثقلين رواية حديث الثقلين في كتبنا رواية احد اعزائي هاي لا تبنوا هاي الروايات المتواترة هاي الروايات المتواترة عند من عند القوم وعندنا مولانا عندنا روايات احد ومن هنا العالم المحقق لا بد ماذا ان يكون مطلعا على كتب القوم قبل اطلاعه على كتبنا اعزائي ولهذا